بنجامين سليمون كارسون أمريكي الجنسية موليد سنة 18-9 سنة 1951 كان جراح مخ وأعصاب كان من أعظم جراحي المخ والأعصاب بدأت قصة بنجامين أو بنت كارسون وهو في الابتدائية كان صغيرا كان ضعيف الزكاء وكان الزميل يبنعتوه بالغبي أيضا مقول لحضرتك كان كان بنعتوه بالغبي لكن أمه فضلت أن هي تبعده عن هذه المدرسة في الفترة دي كان يتعرض للتنمر وانتهت بكونه وانتهت بكونه شخصية ملهمة وعمل كوزير سابق في وقت نصاب ورشح نفسه لرئاسة الجمهورية في وقت نصاب كانت أمه صاحبة الفضل عليه إذ اشتغل جراح المخ والأعصاب في أول عملية فصل توقم من الرأس كانت أول عملية في التاريخ يعملها بن كارسون ومن خلالها اشتهر أفضل جراحي المخ والأعصاب في الفترة وفي سن 32 من عمره اشتغل بن كارسون مدير مستشفى بيل تايمور المستشفى دية للمخ والأعصاب وله أكثر من 90 مؤلفا طبيا نظرا لعبقرياته الشديد وشكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة